على كل الشرق الأوسط نحن نتشاور باستمرار مع المصريين مع الكياد المصرية على كل الموادية وطبعا في مثل هذه الظروف على التطورات الأخيرة ونحن لا نتدخل ولم نتدخل فيما يقدس في مصر وفيما يعكس تعثرا واضحا في الحوار بين أحد أطياف المعارضة جماعة الإخوان المسلمين وسلطات المصرية جددت الجماعة مطالبتها مبارك بالرحيل واعتبرت أن اللجنة المكلفة إعداد مشروع تعديلات دستورية هي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية مبارك يا طيار ميدانيا تمسك المعارضون بميدانهم الرئيس فيما رابط الألاف منهم أمام مجلس الشعب ومقر مجلس الوزراء المصريين مطالبين مبارك بالرحيل حركة ست أبريل رفضت طريق التعاطي نائب الرئيس المصري مع المحتجين ومطالبهم وأكدت أن الشعب الذي خرج من أجل التغيير لا يعترف بخارطة طريق عمر سليمان ويطلب رحيلا فوريا للسلطة هذا وظهرت احتجاجات ضد النظام وأخرى معيشية في العديد من المدن والمحافظات المصرية ومنها الإسكندرية وقد أدت إحداها في منطقة الوادي الجديد إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات إثرى مواجهات مع الشرطة وفي أول تعليق لمجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة على ما يجري في مصر دعا تنظيم القاعدة في العراق المتظاهرين المصريين إلى الجهاد وإقامة نظام حكم إسلامي في مصر وفي سياق متصل بالمخارج المتداولة للأزمة نفى مصدر ألماني ما تردد حول وجود خطط لإقامة الرئيس المصري حسن مبارك في مستشفى ألماني للعلاج خلال الفترة المقبلة إذا أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنها لم تتلقى طلبا رسميا أو غير رسمي بهذا المعنى وترافق ذلك مع نفي سعودي لوساطة يقودها وزير الخارجية السعودي الأمير صعود الفيصل في ألمانيا لتأمين خروج آمن لمبارك من مصر وأشارت مصادر سعودية إلى أن الزيارة مقررة سلفا لافتتاح المقر الجديد للسفارة السعودية في ألمانيا إلا أنها كشفت أن الفيصل سيؤكد للمستشارة الألمانية على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لحفظ الاستقرار في مصر وإتقاء مبارك رئيسا حتى الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل تلقى العاهل السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي بارك أوباما بحثا في خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية خصوصا الاحتجاجات الشعبية في مصر المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس اعتبر أن ما قدمته الحكومة المصرية حتى الآن لا يلبي الحد الأدنى بالنسبة إلى الشعب المصري منتقدا الخطوات التي اتخذها نائب الرئيس المصري عمر سليمان الذي بدأ الاجتماع إلى عدد من جماعات المعارضة للتخطيط للانتقال السياسي إلا أن جيبس جدد التأكيد أن الولايات المتحدة ليست هي التي تحدد مستقبل الإصلاحات الديمقراطية في مصر وتابع على الحكومة المصرية أن تكون متجاوبة مع مخاوف مختلف الحشود في القاهرة المطالبة بالإصلاحات الهاجس الأمني طغى على جولات رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو ورئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية على الجبهة الداخلية ومنطقة الشمال وكلمات لم تستبعد التصعيد في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة أما وزير الدفاع إيهود باراك فتوجه إلى واشنطن للبحث في التطورات المصرية اختار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهي ولايته جابي أشكنازي منطقة الشمال لزرع شجرة تخلد تاريخه العسكري في هذه المنطقة وفي حين راح يتفاخر بإنجازات جيشه وقدرته على مواجهة مختلف السيناريوهات المتوقعة أعلن أن الهدوء الذي يسود المنطقة الشمالية قد يتغير في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة وفيما أكد قائد منطقة الشمال جادي آيزينكوت على خطر انهيار الهدوء وبشكل مفاجئ في منطقة الشمال اعتبر حوالي خمس سنوات مضت على حرب تموز أكبر دليل على قوة الردع التي حققها الجيش كلنا هنا واقعيون فلا يغرينا أو يسكرنا الهدوء الذي تشهده المنطقة الشمالية ومواصلة الهدوء هنا منوط بضرورة مواصلة تدريباتنا واستعدادنا فتغيير الوضع يحصل بشكل مفاجئ ومع استئناف تكثيف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على جنوب اسرائيل والرد عليها بالقصف الجو المكثف عادت وزارة الدفاع الاسرائيلية لطرح مطلب زيادة جديدة في الموازنة العسكرية بدعوى حماية الجبهة الداخلية والاستعداد لمواجهة الاخطار الاقليمية في عقاب الهبة الشعبية في مصر واستبق رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو جلسة مشاوراته الطارئة الاربعاء التي عقدت في ظل التملم للشعب الاسرائيلي اذا رفع الاسعار واقام جولة على مقرات الجبهة الداخلية اعلن خلالها حاجة اسرائيل للتزود بكميات كافية من الكمامات الواقية من الكيماوي في ظل تجاوز تهديد سكانها بالصواريخ المنطلقة من مختلف جبهاتها الى صواريخ غير تقليدية وشدد نتنياهو على ضرورة ضمان قوة الردع لبلاده القوة التي نشاهدها هنا كبيرة وتساهم في منعتنا الوطنية وقدرة على الردع والصمود وبقراراتنا السابقة لضمان الميزانيات سنواصل تطوير هذه القوة فاسرائيل تعمل دائما لضمان قوتها ومنعتها في كل الجبهات ترجمة نانسي قنقر